طيب بالنسبة للمخاطر قبل من رحوا العملية العسكرية والأمنية يمكن كان استطلاع مهم يقول بأن الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني هو الأكثر تهديدا هذه النتائج التي قام بها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر طرح سؤال أو استطلاع رأي حول ما هي المخاطر الأكثر تهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية فالمشاركون في الاستطلاع شاملة 33.300 مشارك من 14 دولة عربية بينها الجزائر فكل هذه الدول قالت بأن الاحتلال الصهيوني يقع في المرتبة الأولى الخطر الأول الذي يهدد المنطقة العربية هو الاحتلال الصهيوني أكثر من أي شيء آخر تعرفون في السنوات الأخيرة كانت هناك محاولات لصناعة أعداء جدد أو حتى قياس حجم العدوات والخصومات إيران هل هي عدونا الأول أم أن إسرائيل بين قوسين هي عدونا الأول أم ماذا فهذا الاستطلاع الشعبي إلى حد ما يعني ليست هذه هي الحقيقة المطلقة هذا استطلاع من ضمن استطلاعات كثيرة يقول بأن الاحتلال الصهيوني هو الذي يأتي في المرتبة الأولى ويهدد أمن المنطقة 9% فقط نفو 9% فقط لي قالوا الاحتلال الصهيوني ليس هو الخطر الحقيقي وكانت هناك أيضا نسب أخرى رأت في إيران خطرا هذه النسب تقريبا في الدول الخليجية وكان هناك أيضا بعض الآراء تقول بأن فرنسا مثلا تشكل خطرا من بين الدول التي تتسبب في تهديد الأمن على المستوى العربي تصوروا حجم نسبة المشاركة تاع فرنسا أو يعني من قالوا أن فرنسا خطر 53% قالوا بأن فرنسا خطر وكان هناك أيضا دول أخرى تركيا والصين واليابان وغيرها ولكن حسب القراءة الأولية فإن الاحتلال الصهيوني ما زال هو الخطر الأول حجم لها كنكونوا نعرف عدونا نعرف معركتنا أما إذا صرت خلط الأولويات فتختلت علينا الأمور إلى الجامعة الآن التي دائما فيها قرارات كثيرة في بداية البرنامج قلت أن مجلس الوزارة كان هناك ثناء من رئيس الجمهورية والرهبية من مجلس الوزارة لما يتم أكد رئيس الجمهورية أن المجهودات المبدولة في مسارة التعليم العالي والتكوين المهني تبعث على التفاؤل مما يعيد التوازل الديناميكية والسرعة الطبيعية بالنسبة للتنمية في بلادنا فهذا التفاؤل الذي يراه رئيس الجمهورية يعبر عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الذي يعلن يوما بعد آخر مجموعة قرارات جديدة وأفكار جاهزة للعرض بين هذه الأفكار الموجودة على طاولة الوزارة مشروع إنشاء شهادتي لسانس مزدوج في بعض التخصصات المتقاربة بهدف مواكبة عالم الشغل وقال السيد بداري في افتتاح اشغال الندوة الوطنية للجامعات أن فكرة شهادتي لسانس مزدوج موجودة حاليا قيد الدراسة وتتمثل في تمكين حامل شهادة الباكالوريا من مزاولة مصارين جامعيين خلال نفس المرحلة للحصول على شهادتين تدعمان انخراطه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية فإلى أي مدى يمكن تنفيذ هذه الفكرة واقعيا اشتركوا في القناة